كتير جدا عمالين يسألوني عن النادي الاهل اولا بس اطمن الناس ان ياسر ابراهيم عينته النهاردة سلبية وانه انضم القائبة النادي الاهل اللي فيها 24 لعيب هيبقوا موجودين والوحيد الوحيد من اللعيبة اللي لسه يعني عينته بين البنين يعني يعني ايه بين البنين بصوا حضراتكم عينة الرابيت تيست دي اللي لها العينة السريعة دي بيبقى فيها من 30 ل 40% مش مظبوطة اوي يعني فلما بتطلع ايجابية حضراتك بتروح تعمل بي سي ار اللي هو التحليل الاكبر ده اللي بيبقى بيعتمد عليه فبيطلع لعيبة ممكن يطلعوا ايجابي ثم جاي رايح عمل لحضراتك اليوم البي سي ار فكله الحمد لله باستثناء ديفيد سيزا المدرب المساعد وحالته طيبة جدا كانت شوية صدع وعلي لطفي واعتقد خلال يومين او ثلاثة ان شاء الله هيبقوا زي الفل وكل لعيبة النادي الاهل كله الراجل خاد كله في المعسكر خاد كل اللعيبة في المعسكر واخد 24 لعيب موجودين في المعسكر بما فيهم ياسر ابراهيم اللي عينته الحمد لله بقت سلبي اشتركوا في القناة